متابعينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم وقناة مهاجر كما العادة مع سوفيا المرزوقي هذه النقش وآخر الأخبار وآخر المستجداد ونهاية أسبوع موفقة للجميع يتمنى ومن الله سبحانه وتعالى تكونوا دائما في أحسن الأحوال دعونا بركة الله بأهم العناوين دي الأخبار اللي اختارين لكم في الحلقة هذه وغادي نبدأوا بالفيديو بالفيديو والحجة والدليل عنا كل توتيق أن اليابان ردت على نظام الكابرانات ومتأخراتش فالرد ديالها على نظام الكابرانات اللي خرق يعني كل القوانين المنظمة يعني الاجتماع دي الاتيكاظ التحضيري لقمة التيكاظ فكان الرد وكما كنقوله دائما المتابعينا الكرام هذا الخطأ هذا هو متابة ضربة الجزائر اللي قدمتها لنا الجزائر مرة أخرى لكن الأمر ما غديش يكون فقط كيقتصر على اليابان اللي أكدت الموقف ديالها وعودات أكدت عليه وغنشوفه بالفيديو لكن كذلك دول إفريقية غدي تنضم يعني التعيمين لمغربيت الصحراء إلا ما قلناش كل إفريقيا ستجمع على دعم مغربيت الصحراء من بعد هذا الفضيحة اللي قامت بها الجزائر أما في خبر آخر واحد التقرير اللي كيكشف لنا الحصار اللي دخلت فيه الجزائر من بعد ما رفعت الميزانية ديال الدفاع ديالها من أجل يعني السباق في التسلح مع المملكة المغربية تشهي دولها ما بقى تبغى تبيع للجزائر الأسلحة شنو السبب اللي خلى الجزائر بدخل في الحصار وغنشوفه يعني بالتفاصيل وبالحجج كيفاش الجزائر كتعاني يعني استراتيجيا وعسكريا مؤخرا أما في الخبر الموالي فقد نتحدثه على موريطانيا مطالب موريطانيا بإلغاء تأشيرة بين الرباط وانواكشوت يعني في هاد الضرفية هدي وفي هاد الإكرهات الأمنية اللي كتعيشها المنطقة واش المغرب فعلا غير غير تأشيرة للإخوة الموريطانيين واشنو هي الأسباب اللي خلاتها التأشيرة تكون ما بين المغرب وموريطانيا بطبيعة الحال غادي نعرفوا تفاصيل مهمة جدا فهذا الخبر هذا أخيرا باش نختمو الفيديو دينا غادي نتحدثو على صادرات الغاز الإسباني للمغرب التي تحرج الجزائر بكل ما تحمي الكلمة من معنى بدأوا على بركة الله بأول خبر في هاد الحلقة هذي وهنا صراحة الإخوان را قلتها البارح قلت على قدما غاضني هاد الفعل ديالهم على قدما فرحني هاد الفعل ديالهم علاش لإن أولا الله سبحانه وتعالى كيكشف مع من حشرنا الله وبنفسهم كيقوموا بعض الأخطاء هذي اللي كتبيني الحقيقة ديالهم تانيا هاد الفعل هذا غادي حشدد تعم الدولة المغرب أكتر مما كان عليهم في السابق وغادي فضح الجزائر على أنه هي فعلا البوليزاريو البوليزاريو هي الجزائر هذا خطأ يعني خطأ استراتيجي دارتو الجزائر ضربة جزاء قد ماتونا البارح يعني مور مادرنا المباشر وتحددنا على هذا الموضوع بنفعال طبيعا الحال إنما كيعجبناش هادنو هذه التصرفات ولكن في الآخر قلناها وقلنا هدك القلمات هذي قلنا أن اليابان غذي ترد على الجزائر وفعلا الجار رد ديال الوزير الخارجيلييم lavenderي يباني على الجزائر في قلب المكان غذي نشوفه فيديو بطبيعة الحال ديال الرد الياباني لكن قبل ما نشوفه الفيديو ديال الرد الياباني باقدم أنجاوب على واحد الحتالة أمس يعني البارح خارج فرحان وحد الحتالة يسميه و هو ما بالصحفي هذا النوع ذي البشر لا نعطيه تشيمي هنا لأن كل المهن شريفة هذا النوع ذي البشر نعتبره حتالة لا نعترف به تشيمي هنا ما تصلح له لا نستطيع نعطيه مهنة في الأرض إذا قلنا نعطيه أحد المهنة سنكون حقرنا الناس ذي المهنة لأن الحتالة لا يستهل يشتغل تشي حاجة هذا نعتبره نكرة و ليشرفناش أن بلدنا يكون فيها بحال ذوك الحتالات طبعا الحال هو من الجزائر دير فيها صحفي و خارج البارح تشوفوا المستوى إذا كانت شي صحافة عندهم في هذه البلاد تعرفوا المستوى ذي لهم خارج يفرض العضلات و يتباهى بأنه قال لك ديبلوماسي جزائري ضرب ولا صفع ديبلوماسي مغربي أول حاجة تتعرف يا نكرة أن هذوك الناس هذوك ديبلوماسيين تعرف شنو هي الدبلوماسية هذوك الناس ما هما مصارعون ما هما رياضيين ما هما بلطجية بحال بلطجية اللي سفتون جوما هذوك ديبلوماسيون متدربين على الدبلوماسية و قدروا يمحنوا الدبلوماسيين اللي خلوهم يوصلوا للدرجة متاع الاعتداء الجسادي و احنا عارفين يعني الانسان فاش كيوصل يعني الواحد الخيبة دي لالامل تمكفاش كيبان فيه العنف الانسان اللي كيكون كسب المكاسب ما كيكونش عنيف اللي كيبين العنف هو اللي خسر و بطبيعة الحال الدبلوماسية المغربية اتعبت نظيرتها الجزائرية هاتش هذا اللي خلال البلطجية دي الجزائريين تبان و هاتش هذا ماش يغرب عليهم عزيز عليهم يبينوا نفسهم انهم اقوياء و انهم كيضربوا را كونج منلكم البلطجية اللي تمى لدى اكتكاد هذيك را ممكن غيبقى فيكم متاشي واحد علاش؟ أجل المغرب و غادي تشوف المغاربة كيف اجدينين يلا كنتي انتا كيبالك ان الدبلوماسي احنا عنا كل انسان عنده العمل دياله و كل واحد عنده المستوى دياله فيستحيل اننا نقبلوا على انفسنا اننا يكون عنا دبلوماسيين بلطجية يمشي و ضربوا الناس و يتشجموا على الناس هاتش هذا الشعب المغربي ما غاديش يقبل به طبعا الى كنتي متقف اما انت ماشي متقف انت بينت على المستوى ديالك لانك عندك مستوى رديء مستوى منحط يعني لا علاقة له بالتقافة ولا بالصحفيين و يعني كتفرض نفسك كتفايلي على هاد المهنة الشريفة ليستحيل انها توصل هاد المستويات الدنيئة خارج قاللك دير مباشر جمع عليه الدباب اللي عزيز عليهم يبانوا انهم اقوياء القوي هو الله سبحانه وتعالى اللي فوق الجميع و من يدعي القوى يموت ضعفا هاتش اللي غادي نقول لك و خير دليل على انكم اغبياء بكل ما تحمي الكلمة معنا و ان الدبلوماسية ديالكم دبلوماسية البلطجة ليست بديبلوماسية حقيقية هانتوما حستوا الخسارة نسمع مزيان اشقلت اليابان و اشقل الوزير الخارجية الياباني في هاد الاجتماع التحضيري لقمة التكاد مباشرة من بعد هاد المفيلات الامني و من بعد محاولة ديالتشويش على هاد القمة الناجحة بطبيعة الحال فارد اللوم على افريقيا و كذلك على المرتزقة نسمعوا بتفاصيل كيف اشحبتكم امام الملاء المترجم الاجتماعي المترجم الاجتماعي اشتركوا 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 في القناة اشتركوا في القناة مرسي قنظن غير هاد تكفيهما الاخوان قنظن انهم ماشي جابونا غير بلانتي اولا اليابان خرجت تأكد يعني يعطونا فرصة شوف كيفاش يعطونا الفرص شوف اه صعيب بزاف يعني تكون في واحد البلاد تكون في واحد البلاد فارد نفسك عليها هذه الليولة زورتي بيش تدخل شوف حل داك العرس اللي كتكون ما معروضش ليه وكتجي وكتسلل وكتخبع وكتدخل وكتروونها هاد الشي اللي وقع عليهم ما معروضش يا صاحبي ما معروضش يا صاحبي طفيلي طفيليات شقل لكم؟ صاحب المكان صاحب الارض قل لكم نحن لا نعترف بهذه المخلوقات نحن لا نعترف بهذه الأشخاص اللي كتتواجد حاليا هنا وتواجد ديالهم يعني كان رغما عن أنفنا شوف القيمة ديال المملكة المغربية كيفاش اليابان كتتحافظ على العلاقات مع المملكة المغربية صاحبي دروس دروس عندكم تعلم شوف غير هاد الكلمات هذي اللي انشرت لكم في هذا الفيديو الإخوان وهما حاضرين تماك وباش تعرفوا أن لا قيمة لهم ولا وزن لهم الحضور ديالهم ويسمعوا هاد الكلمة هذي أنا نجي محويجي ما نجييش أصلا أنا غير مرغوب فيها في واحد المكان دول الإفريقية كاملة كتسمع والعالم كامل كيسمع والأمة كاملة كتسمع والكون كامل كيسمع وكيقول لهم نحن لن نغير من موقفنا يعني بغاوا يجبروا اليابان ورغم ده بكيحولوا مع الصين وكيحولوا مع عدة دول بغين دول صحة بصريح العبارة لن نغير من مواقفنا ولن يغير من الأمر شيء هذا الشيء هادا اللي كتديروا والتواجد ديال هاد قالها حتى على إفريقيا قال لهم إحنا كنختلفوا مع إفريقيا في بعض شوف على حرج تسببوا فيها الإفريقيا يعني كنقول لكم أن الطرد ديال هاد المورسازيقة أصبح واجب على الاتحاد الإفريقي شوف كيف شحرجهم وزير الخارجية ديال اليابان جاي بلو يعني واحد الميليشيات إرهابية حطينها لوتما قال لك نختلف مع إفريقيا في هذه المسألة نختلف مع إفريقيا ككل ما تجيب ليش أنا هاد الحوتالة هذه الكاسيدي قدرتوها في تونس في قلب أرض اليابان ولكن هاد شي كل من الخير كيف ما كنقوله الإخوان أولا الله سبحانه وتعالى عرف ما من حشرنا الله ثانيا فضيحة بكل ما تحمي الكلمة بمعنى شوهات الدبلوماسية الجزائرية البلطجية شوهات الباسبور الجزائري الذي يزور يعني من أجل تحقيق المكاسب الوهمية ويا ما كنتش مكاسب هي مجرد الخسارة اللي كتحصدها الجزائر يوما بعد يوم وجاهم هاد الردة ديال اليابان صراحة ما عندي ما نقول اليابان شاكبو وهالش اللي ما كان منتظر ما زال كان منتظر يعني واحد الاحتيجاج رسمي على الخارجية الجزائرية لأنه ما يمكنش يمر هاد شي هذا يعني مر الكرام ديبلوماسية المغربية تنزل بالاتقل ديالها في العلاقة ديالها وتستغل العلاقة الجيدة ديالها مع اليابان للخروج بهذا يعني الإدانة تكون إدانة من طرف الخارجية اليابانية لما قامت به الجزائر باش تتعلم الجزائر وتتربخ ترى أخرى وتعرفوا الكيم زيان احنا بغينا هم يمشيوا يتماذوا في هاد الأخطاء ديالهم والأغراض ديالهم لأنها شنوك الدير كذلك يتأكد دعم ديال الدول لمغربية سحراء وهي اليابان خرجت بدعم صاريح وواضح نحن لا نعترف بهذه الكائنات يعني المتواجدة هنا نحن لا نعترف بها ونختلف مع الاتحاد الإفريقي إذا كان الاتحاد الإفريقي اعتمذ هذه الكائنات نحن نختلف معه أعطي على ضربك يديره والله إلاك يفتحوننا الباب باش نسيقوا الحتالة على برا تحياتي لكل المغاربة الأحرار وقد نقولها لكم لا يوغيظكم هادو أدو أشباه الرجال هادو ماشي رجال لكم كانوا رجال ماشي بالطريقة هذيك وماشي بالعنف وماشي بهذا أدو هادو مجرد بلطجيون كتسلطهم من الجزائر بل المستوى نتع الدولة ككل نتع المؤسسات ديالها بل المستوى ديالهم والله لن يوغيظني من الأمر شيء وبالعكس هادو ما زدني إلا فخر أنني أنتمي لهذا البلد العزيز وأنه قدر يحرجكم مرارا وتكرارا وقدر الدبلوماسية المغربية تعطيكم الدروس دوزول الخبر المؤلي متوين الكرام ونحن قد يمشيوا الصح لأنه إلا كانت القوة عندكم هو أنكم تمشيوا تجمو على الدبلوماسيين اللي العمل ديالهم هو الدبلوماسية هالصح فين كين صح هو هذا كيفاش راكم تالفي نقول لي كيفاش راك تالفي كتقلب على الأسلحة وما لقيتش اللي يبيعلك وما لقيتش اللي يعطيك علاش الجزائر تشيدونها مقبلات انها التعامل معها كانت كتتعامل مع روسيا بطبيعة الحال لكن منذ سنة 2018 والأسلحة الروسية تتضاءل في التوافد ديالها في توريد ديالها روسيا في توريد ديالها الأسلحة للجزائر بداس غادية وكتتضاءل منذ سنة 2018 توصلت الأرقام غير بسبوقة فمن 2018 والعسكر الجزائري تالفي وما عندهم كيفاش يواجهوا يعني المغرب وما احرجهم البرح كنت كان طالع على واحد واحد الحلقة ديال النقاش في قناة دي دوبليو الألمانية بالعربية وكان واحد واحد الحوار واحد المناظرة ما بين جزائري مغربي وشخص ثالث محايد وكانوا كيهضروا على العلاقات الجزائرية المغربية والله العظيم إلى يحرجون كل مرة يدخلوا في أي مناظرة مع المغربة وكيقلبوا على أسباب واهية كالكا سيدي هما قطعوا العلاقات مع المغرب بسبب ماذا؟ بسبب العلاقات المغربية الإسرائيلية وبسبب الأسلحة الإسرائيلية اللي كتدخل المغرب كالكا تسبب لهم كتشكل لهم كتزعزع لهم الأمن القومي ديالهم تلها الدرجة هذه فحرجهم بطبيعة الحال الموديع وحرجهم العنصر الثالث المحايد يعني بالخطابات الملكية اللي كانت دائما فيها اليد الممدودة كيف لكم أن تكونوا قلقون؟ المغرب عنده تحديات وعنده يعني مذام يعني الصحراء انتو ما كتقولوا أنكم بعيدة إبعاد عليها تماما ولا علاقة لكم بقضية الصحراء إذن ما يقلقكم من المغرب المغرب قال لكم أجيهم بدوم من جديد وأجيهم في تحص صفحة من جديد أجيهم أنتو إليناتش هذا كامل لكن العسكر الجزائري هو اللي قبل الدل ودابا حاليا كيعيشوا أزمات حقيقية عندهم مشكل يعني جوهري عندهم الحدود مغلوقة مع المغرب ومشاوا يعني بغاوا يديروا واحد المعبر بري مع موريطانيا ما نجحش لهم تماما لدابا ذاك المعبر البري الموريطانيين كيقولوها يعني بصريح العبارة كيقولك ذاك المعبر هذك غير صريح نهائيا يعني ما عنده شيء صلاحية يعني غير مجرد أمر دارتوا الجزائر باش تنقذ به ماء الوجه وما زالت مكماكي ما كيدوز من نوال وما كيلاسي لعنة اشي حاجة إذن الغلق من ناحية الغرب الغلق من ناحية الشرق مع ليبيا والغلق من ناحية الجنوب مع نيجيريا ومالي ما كينش ما كينش يعني جزائر ما تقدر تستورد ما تقدر تصدر الحاجة الوحيدة اللي ما زالك تعيش عليها هي الغاز الغاز فقط هي اللي ما زالك تعيش وما زالك تستغلوا المشكلة هو مورد الرزق الوحيد كتستغلوا كورقة الضغط ما يمكنش تلعب المصالح ديالك تلها الدرجات دي وكانت هذين بين النقاط اللي توضعات في قلب المناظرة أن كيف للجزائر أن تلعب بمورد الرزق الوحيد فهنا كين عندهم مشكل يعني حقيقي ميزاني الدفاع رفعوها الأرقام قياسية لكن المغرب ما زالك يتفوق عليهم وما زالك يتفوق عليهم بتناوات ضوئية منظومة مثل هي مارس جافلين يعني مصيارات الزوارق المصيارة بزاف ديال الأسلحة نوعية مقدرينش صافي يعني وقفوه وهنا غدي نهضرو على تقرير حصري كيتحدث على أن الجزائر مشات كتقلب واحد طائرات عسكرية لمواجهة ال F-16 المغربية المتطورة الحديثة اللي جات وكيقول بأن قضية ديال ال F-16 خلقت لهم مشكل خلقت لهم استنفار أمني في قلب الجزائر فبسبب التقادم ديال السير بالطائرات العسكرية الجزائرية الجزائر تستكشف طيراز جديد تصنعه تشيك ما خلوا فين مشاوه ونشوفه واشا يقدروا يحصلوا فعلا على هالطائرات ولا لا قررت الجزائر اتخاذ خطوة جديدة بشأن تحديد ترسانتها العسكرية الجوية ولا سيما في ظل تنافس القائم مع المغرب في مجال التسلح خاصة أن المغرب يقترب من الحصول على السيرب جديد من مقاتلات ال F-16 المتطورة مما يجعل الريبات متقدمة في هذا المجال على مستوى الإقليمي بشؤول العسكرية الإفريقية فإن الجزائر تستكشف حاليا طائرات ال L-39 NG تشيكية تشيكية الصنع ذات الاستعمالات المتعددة في مجال الحرب والتدريب من أجل تعويض سيربها القديم من طائرات ال L-19 الباتروس بسبب تقادمه وعدم امتلاكه للتكنولوجيا الحديثة يعني التكنولوجيا الحديثة ونالبارح والله العظيمة تشاهدت بذلك المناظرة اللي داس في دي دابليو ما يقلق الجزائر علش كانت في ذاك المحلل في الفم دي المحلل والسحفي الجزائري اللي خرجي دي المناظرة مع نظيره المغربي عش قل لهم؟ قل لهم تكنولوجيات الحديثة اللي توصلت بها المغرب من طرف إسرائيل وأمريكا هي ما يقلق الجزائر وانش أخويا قلت تكنولوجيا العسكرية اللي توصلت بها المغرب لو لم تكن نية مبيتة في نفسكم للضرب وزعزاعة الاستقرار في المملكة المغربية كان عندهم نية مبيتة هذي الناس هذو ركنوا بغين يزعز عندنا البلاد لكن التكنولوجيا العسكرية اللي توصلت بها المملكة المغربية واللي ردعت المرتزقة في الجوار وفي الحدود حين يريدون الاعتداء على الأراضي المغربية هي اللي خلقت لهم واحد الحالة للإستنفار وحسب نفس المصدر فإن الجزائر تجري تدريبات وتقيمات على هذه الطائرة من أجل معرفة ما إذا كانت ستلبي حاجيتها العسكرية والتدريبية إذا كان المغرب وصل تحديث الـ F-16 ووصل استيلام طائرات متطورة جدا عاد زيد عليها الأباتشي، زيد عليها الهيمارس، زيد عليها الجافلين، زيد عليها الزوارق المصيارة زيد عليها الصراب من المصيارات اللي قلسة كتقمع المرتزقة خلف الجيدار هذه كلها اسلحة نوعية اللي كتتوصل بها المملكة المغربية وما ما زال تقاتلين باش يلقوا طائرة فيها تكنولوجيا حديثة وشوفش حال الخصوم ديال الوقت باش يتدرب عليها الجيش ديالهم إذا كان هاتشي هذا كامل لا يعني المصيارات بل أنها تروش عليها المغرب رائد في الميدان هذا يعني فات الجيش المغربي أنه يتدرب على المصيارات إذا بك يتدرب على زوارق المصيارة في الرعد الغامض الأخير المناورات الأخيرة وزيد عليها الأسد الإفريقي اللي يتدرب فيها على الهيمارس وعلى عدء الجافلين وعلى عدة يعني اسلحة جد 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 متطورة فالجيش ديالهم ما زالك يقلب ميق تاني هاتشي عشي كنقول لكم الإخوان راه موازين القوى تغيرت نسوا عليكم ذاك شي ديال ما بعد الحرب الباردة والأسلحة ديال التحات السوفيتي المتقاذمة راه كل شي ولا متهالك ها هي يعني أوكرانيا خلقت العجب اللي كانت كنقوله أن روسيا هذا راه كنقوله البريمير قالية ديالأسلحة روسيا مخلية وعليش دبا ما كتتوردهمش نكملوا التفاصيل بعدها باش تعرفوا شنية الأسباب اللي خلات يعني روسيا تقطع عليهم الأسلحة وحسب نفس المصدر فإن الجزائر تجري تدريبات وتقييمات على هذه الطائرة من أجل معرفة ما إذا كانت ستلبي حاجيتها العسكرية والتدريبية مشيرا إلى أن هذه الطائرة تتميز بأدوار تدريبية إضافة إلى الأدوار العسكرية حيث يمكنها القيام بمهام الهجوم الأرضي كما أنها متوافقة مع المجموعة من الأسلحة بما في ذلك القنابل والسواريخ وحاويات المدافع مما يجعلها أداة عسكرية قيمة ويشير لجوء الجزائر إلى دولة تشيك الاقتناء سيرب جديد من الطائرات العسكرية إلى صعوبات في حصولها على الأسلحة من دول أخرى هذا هو الحصار التي تحدثنا عنها هذه ثلاث سنوات الوراء كنا نقول لكم أن الجزائر تدخل في واحد المرحلة الحصار التي لا تبقى تلقى لبيعها السلاح لا تبقى تلقى للتعامل معها أصلاً نحن نظر على حصار استراتيجي كتعيش الجزائر يعني إلى صعوبات في حصولها على الأسلحة من دول أخرى رغم الشيء غير روسيا روسيا لا تقدرها تعطيها أصلاً لكن دول أخرى لا تريد أن تعطيها للجزائر سبب الارتباط مع إيران يخافوا أي دولة تخاف أنها تخلق مشكل في المنطقة وهو ما أكده تقرير لمعهد ستوك هولم لأبحاث السلام الذي صدر في مارس الماضي وأشار عن تراجع مقتنية الجزائر من الأسلحة في الفترة الممتدمة بين 2019 و2023 مقارنة بالأربع سنوات التي سبقتها حيث بلغت نسبة التراجع إلى 77% وهي نسبة تشمل جميع واردات الجزائر من الأسلحة من مختلف دول التي استعمل معها وعلى رأسها روسيا في هذا السياق أوضح التقرير أن التراجع الأكبر في اقتناء الأسلحة بالنسبة للجزائر كان مع روسيا وروسيا كانت هي المورد الأساسي للأسلحة للجزائر ألا كانت هي دولك تعطيل؟ يعني مشات الجزائر جزائر مشات عسكريا مشات ما بقت عندها قيمة حيث تراجعت بالنسبة بناقص 83% مقارنة بفترة من 2014-2018 وهو الثاني أكبر تراجع في اقتناء الأسلحة الروسية من طرف دول العالم بعد الفيتنام التي تراجعت بنسبة اقتنائها للأسلحة من موسكو بنسبة ناقص 91% بين 2019 و 2023 ويأتي تسجيل الجزائر لهذا التراجع الكبير في اقتناء الأسلحة من روسيا في وقت رصدت فيه ميزانيات ضخمة لاقتناء أسلحة جديدة هالفلوس كينا؟ هالميزانية كينا؟ كتفوق العشرين مليار ديال الدولار كانت دروع على 21-32 مليار ديال الدولار اللي وضعتها في ميزانيات دفاع الجزائر غير نكاية في المغرب وش كون غدا يبيع لك؟ اه شتي الحصار اللي كناك نقول لكم؟ شتي سخونية الراس اللي كناك نقول لكم سابقا؟ وقد كانت من أكبر الميزانيات التي تخصصها دولة إفريقية في هذا المجال أكبر دولة إفريقية جواعات الشعب ديالها وخرجات من الميزانية باش تقتني الأسلحة هي الجزائر يعني وما زال ما قتنت اشي حاجة فلوس راح خاطرة عند شنقريحة كيشوف فيها واش نشري بها ليكوش واش نشري بها الأسلحة هذا هو المشكل تكون غادي بيع لي الأسلحة اللي غادي تواجه الأسلحة المتطورة ديال المملكة المغربية ندوزوا الخبر الموالي بتغيين الكرام إلى بنت المعنى لا فائدة في التكرار ندوزوا الخبر الموالي هنا غدي نمشيوا لمطالب موريطانية بإلغاء التأشيرة ما بين الرباط ونواكشون في واحد اللحظة اللي غريب جدا هذ المطالب هذي من طرف الموريطانيين احنا عارفين أن الموريطانيون يريدون يعني الولوج للمملكة المغربية فش كنا ندروع الموريطاني موريطاني بعيد على المرتزقة لكن هناك إكراهات أمنية وهذه الإكراهات الأمنية تتجلى في مجموعات من البوليزاريو يعني مجنازة وهذا أعترفوا به بعض الموريطانيين كي أعترفوا به وعارفين بأن المشكل هو مشكل دولة مشكل موريطانية اللي فتحت الحدود ديالها للمرتزقة وفتحت لهم كذلك المجال التجنيس فتصور معي مشكل قائم إذا كانت الكود ديفوار الكود ديفوار طلبت من المغرب يفرض عليها التأشيرة وانتبت في هذه الظروف وهذه الثرفية علاش؟ لكن بزاف ديال تكهونات في أن الكود ديفوار جيت تطلب من المغرب تقول له فرد عليها التأشيرة علاش؟ لأن الكود ديفوار الباسبور ديالها ورقناها سابقا الإخوان الباسبور ديالها لا يخضع لمعايير دولية يعني السهول تصويره ودبا المغرب كيعيش واحدة طرفية حساسة تدفقات لهجرة وأضيف إلى ذلك أن يجي أي مرتزق أي مرتزق من دوك المرتزقة اللي تستغل لهم الجزائر ما ديش نقول أصحاب الأفارقة أصحاب البشراء السمراء يجي ويأخذ باسبور إيفواري ويزوره ويدخلك لمغرب ويتوغلك في المغرب يلا واجي في كهانتا ويبدأ يدلك أعمال تخريبية لأساس أنه إيفواري فتعليش قلت الكود إيفوار إذا أي باسبور يريد أن يدخل المغرب يجي عندنا يجي عند القنصلية المغربية يطلب التأشيرة والمغرب يتحقق مزيان من الهويات قبل ما يعطيها التأشيرة هذه ويمنحها التأشيرة هذه هنا زيارات الكود إيفوار وهذه يعني طريقة مهمة جدا زيارات الكود إيفوار ذلك الصنبور المفتوح علش إنه ما يمكنش ما يمكنش يدخل أي واحد ويقدر يدخلك من المطار يعني يجي في طيارة ويدخلك من المطار ويديلك أي عمل تخريبي وعلم الله شنو يكون موجة دي علموا فهد شي علاش ده باك نقوله الإخوان الموريطان طبيعة الحلم بعد هذا المطالب ديالهم بإلغاء التأشيرة إنه الأمر صعب ما كان هناش يكون هد تكون هد الحدود مفتوحة مع كل الدول ديال الجوار ديالنا ونكون إنتحنا كنت نتقلوا بحرية وتكون لعلاقات طيبة ويكون يعني واحد رواج اقتصادي حقيقي لكن كيف يعقل؟ غير بالعقل يعني الإخوان الموريطانيون اللي كيطالبوا بإزالة التأشيرة أو إلغاء التأشيرة فكروا غيب عقلكم يعني انتو ما يعني شحال ديال البوليزاريو كينتماك اللي عنده الجنسية الموريطانية وعنده الباسبور الموريطاني يعني اللي فتحنا هذا الباب هذي فكنفتحوا واحد الباب ديال المشاكل على المملكة المغربية جددت فعاليات مدنية وسياسية موريطانية مطلبها بالإعفاء المتبادل من تأشيرة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريطانية ترجمة للدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الأوين الأخيرة خاصة المستوى الاقتصادي والتجاري إثر افتتاح نواكشوت قنصلية عامة لها في الدار البيضاء لمواكبة رجال الأعمال من كل البلدين ونظرا للعلاقات الثقافية والإنسانية والأكاديمية التي تجمع بين الدولتين من وسط إكراهات ذات طبيعة أمنية مرتبطة بقضية السحراء والتداخل القبالي تعيق حسب مهتمين تحقيق هذا المطلب ونقول لكم حسب مهتمين كان هضر على مهتم من قلب موريطانيا فذات المصدر أكد أن الفترة الحالية هي أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها فرض التأشيرات إذ إن المغرب اليوم خطى خطوات مهمة في قضية السحراء وبالتالي فإن الأطراف الأخرى تحاول لعب كل الأوراق بما فيها الأمنية وعليه يصعب الاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي الذي يتطلب من الرباط دراسة كل خطواتها بدقة وخلص الفاعل الحقوقي الموريطاني صاحب هذا التحليل إلى أن الأرضية سواء على المستويين الشعبي أو الرسمي في كل البلدين مواتية للاستجابة إلى هذا المطلب لكن هناك إكرهات كما سبق أشار على صعيد آخر إلى أن مجموعة من الأصوات والنخب الموريطانية باتت تطالب بتحقيق تكامل اقتصادي مع المغرب وترى أن زمن المجاملات قد انتهى فعلا زمن المجاملات قد انتهى وجه واحد الوقت كذلك نتعي لك أنت موريطانيا تطمح لهذه العلاقات الاستراتيجية المغرب راهو ضع أمام العالم وأمام دول العالم شرط أساسي ومحوري هو الاعتراف بمغربية السحراء والخروج من مناطق الراحة لماذا لك تتوجد فيها موريطانيا كذلك غلق المجال لكل من له نوايا خبيثة تجاه المملكة المغربية حتى المجنسين من البوليزاريو داخل موريطانيا وعلاش الله صح بالجنسية من من يضر بالعلاقات الموريطانية مع باقي الدول هذا هو الأساس وإلا من الأفضل أن هذه التأشيرة تبقى مفروضة على كلا الطرفين وندوزوا للخبر الأخير متابعين الكرام وهنا قد ندوزوا نتحدثوا على ما يحريج نظام العسكر إسبانيا تحريج نظام العسكر كل ما تحمل الكلمة المعنى والله العظيمة الإخوان فتصور معي دبا فش كي تترح عليهم السؤال في أي جهة في أي منبر في أي مناظرة على الأزمة دي الغلق الحدود على التشيئة الكامل كيفاش غلقتي الأنبوب دي الغاز على المغرب بسبب قضية السحراء المغربية مزيان إسبانيا تعترف بمغربي السحراء فرنسا تعترف بمغربي السحراء بريطانيا مقبلة على الاعتراف بمغربي السحراء السينيغال تعترف بمغربي السحراء كوت ديفور تعترف بمغربي السحراء تشاد فتحت القنصلية في السحراء المغربي وتعترف بمغربي السحراء بوركي نافاسو تعترف بمغربية سحراء إفريقيا تعترف بمغربية سحراء خليونا من إفريقيا خليونا من الدول المسلمة والإفريقية والعربية التي هي كثيرة إمارات العربية المتحدة قطر كويت البحرين الدول العربية كلها تعترف بمغربية سحراء فأين هو المانع؟ هذا هو السؤال متروح عن شك قطعته الغاز على المغرب؟ هذا السؤال كي ترحل جميع تصوروا معي ذبا في هذا اللحظة اللي هما كيمجدوا الإسبانيا ولي كيشكروا إسبانيا يعني رغم عدم تراجعها عن دعم مغربي للسحراء ولو يعني إسبانيا هي كل شي الصادرات دي الغاز دي الإسباني المغريب تناهز 18.5% عبر أخط أنابيب المغريب أوروبا فالوقت اللي الكميات دي الغاز اللي كتصدخ من الجزائر الإسبانية ترتفع حققت صادرات الغاز الطبيعي الإسباني إلى المغرب قفزة نوعية خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024 فبعد أن كانت تشكي النسبة ضائلة بلغت 0.1% من إجمال صادراتها ارتفعت هذه السنة بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.7% في غضون عام واحد ثم واصلت الارتفاع لتستقر عند 18.5% في يونيو 2024 أشفرسكم الإخوان الكميات دي الغاز اللي قطعات الجزائر على المغرب ما كانتش واصلة لهذا الرقم هذا يلا كانت تضخ 7.5% مقابل مرور الغاز ديالها تبيعه وتسوقه للجزائر ألا الإسبانيا فتصوروا أن دك 7% والتمنتاش فاصلة 5% شنو السبب اللي غدي خلي الجزائر تقوم بدك يعني الخطوات كلها ضد المغرب هذا هو السؤال كيف قمت روح قطع الغاز وغلق الأجواء وكون كان قطع الأكسجين ممكن أن يكون قطعته يعني كانت تحاول وكانت تظن أنها ستضعف المغرب وستتضعف موقف المغرب وغادي تخلي المغرب يجي راكع للنقاش معها لكن جزائر فوجئت أن عقوباتها لم تؤثر وما كان عندها تشي تأثير هذا هو هذه المفاجأة اللي كتتفاجأ بها الجزائر وكتلقى أن المغرب والعلاقات دياله مع دول الجوار خلاته ما يدخلش في الحصار اللي كانت تظن أنه غيدخل فيه بدات خطة ممنهجة ترب العلاقات مع إسبانيا بدات ثم خلق مشكل مع فرنسا خلق مشكل المغرب مع موريطانيا يعني نغلق عليه من جميع الجهات ومن بعد نقطع عليه الأمبوب ديال الغاز ولا يقدر ذاك الرغبة اللي كانت عندهم هو المغرب يقطع الأمبوب ديال الغاز بسبب المشاكل مع إسبانيا لكن كل شيء تبخر ولقوا نفسهم يعني سفر دولة يعني ما تقدر كثير تشي حاجة ولا تغير شيئا في المنطقة والعقوبة ديالك سفر سفر ما حققتوا بهم تشي حاجة هاد الشي اللي غادي نقوله فأحرجتكم إسبانيا أحرجتكم إسبانيا بكل ما تحمي الكلمة بمعنى الغاز كي تدفق أحب من أحب وكره من كره وتحيا يعني العلاقات الجيدة مع الجوار اللي دفعت عليها المملكة المغربية واللي خلات من يكيد لنا كيدا يعيش الحصار الحقيقي تحياتي لكم الإخوان قلت شكركم على حسن المتابعة التي تعمل لكم المتواصل لقناتنا نشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر ومضع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله سلام عليكم